أسرى معتقلون ومخفيون قسرا عالقون بدون حلول عملية رغم تصدر قضيتهم الأجندة السياسية والإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية حيث أضحى ملفهم من أهم بنود المبادرة الإنسانية للمبعوث الأممي ولد الشيخ وعلى وقع ارتفاع الأصوات الحقوقية المنددة بالإجراءات غير القانونية التي تمارس ضد المعتقليين والمخفيين قسرا جرت مناقشات بين ممثل الصليب الأحمر الدولي في اليمن أليكسندر فيت ومدير أمن محافظة عدن اللواء شلال شايع حول ملفات الأسرى والمفقودين منذ بدء الحرب خصوصا منهم أبناء المحافظات الجنوبية المختطفين لدى ميليشيا الانقلاب من بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي أكد مدير أمن عدن أن سجون محافظة عدن مفتوحة متناسيا بنظر حقوقيين السجون السرية التي تديرها الإمارات والتي تخفي بتاكيد منظمات حقوقية عشرات المختطفين بدون تهم أو محاكمة منظمة هيومن رايتس ووتش دعت الإمارات ووكلائها في اليمن إلى التوقف عن إنكار المسئولية عن سوء المعاملة الإنسانية تجاه محتجزين في سجون تابعة للإمارات وقالت المنظمة الدولية في بيانا لها إن عددا من أقارب المخفيين تم احتجازهم على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح أكثر من مئة مخفي قسرا في سجن بئر أحمد بعدا كان أربعة من معتقلي سجن بئر أحمد قد نقلوا إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام الذي قام به المعتقلون في السجن لا يعرف على وجه التحديد عدد الأسرى بين الشرعية والإنقلاب لكن المعتقلين والمخفيين قسرا داخل سجون تابعة لميليشيا الإنقلاب وأخرى للتحالف لا يزالون رهينة التجاذبات السياسة وصفقاتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر